اشتركوا في القناة لو كان عندي متغيرين اسم الطالب وام ثلاثة واسم الطالب وام ثلاثة لو كان عندي اكثر من متغير اكثر من متغير بروح اختار النوع الاعمدة مش سيمبل كلاستر باختار النوع كلاستر طبعا بتلاحظ في البارز ريبرزنتيشن الان في عندي اكثر من متغير ممكن احط ام واحد وام اثنين وام ثلاثة كان في السيمبل ما فيش فراغ الا لمتغير في محور يعني في محور الصادات كان ايش عندي بس في السيمبل في محور الصادات كان عندي متغير واحد اليوم في محور الصادات ممكن يكون عندي ثلاثة وخمسة وعاشرة زي ما بدي طيب في محور الصادات بدي يكون عندي الاسم بدي يكون عندي فقط الاسم هذا هو فبالتالي هذا هو ايش اللي هو نوع الكلاستر هاي عالي مثلا والبيانات بتاعته ام واحد وام اثنين ام واحد زرقة ام اثنين خضرة ام ثلاثة يعني بيج يعني فبالتالي شوف الفرق بين السيمبل والكلستر هاي السيمبل ولاحظ انه ضاف النتائج على ايش عن نفس هذا ضاف ايش النتائج يعني هذا ملف النتائج اعمل كنترول اس او حط روح سيف ها سيف انا خزنت النتائج الثاني هذا متغيرين في اكثر طيب ممكن يكون عندي ايضا ايش ممكن يكون عندي نوع ثاني من الاكثر من المتغيرين نوع اللي هو الاستاكد الاستاكد برضو اكثر من المتغيرين زي ما انت شايف ام واحد وام اثنين وام ثلاثة كل ان هدول لابدن يكونن في محور الصادات محور الصينات اللي هو ام اللي هو النام شوف الفرق هاي نفس الاشي ها الفرق ايش هان هان ام واحد ايش بمثلها الازرق ام اثنين الاخضر ام ثلاثة اللي هو البيج تمام او البني شوف الفرق بينهم هانا اكم عمود اربع عمدة وهانا اربع عمدة شايف اعرفنا الفرق بين السمبل والكلسترد والستاكت السمبل والاستركترد والكلسترد والاستاكت طبعا بخزن الآن طيب ممكن الآن معك تمرين